أمر واضح الآن الإجراءات اللي قاعدة تصير على الأرض على الواقع فهذه يعني ثوابت لا يمكن نكرانها ولا يمكن لأحد أن ينكرها بأن فيه هناك شبكة من التعاون فيه هناك مثل نؤكد نوع غرفة العمليات المشتركة ما بيننا ما بين وزارة الأشغال وزارة شؤون البلديات الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي نحن في تعاون متكامل في هذا الأمر منذ الصباح ونحن نتواصل ونتفاعل في هذا الأمر واليوم طبعاً في قبل كنا في جولات قبل المطر استبقنا المطر إضافة لاستباق المطر إحنا استبقنا المطر قبل في إعدادنا للمقترحات اللي رفعناها للجهات التنفيذية من ضمنها الأشغال وزارة شؤون البلديات والزراعة الجهاز التنفيذي كونه توأم مرتبط معنا في المجلس البلدي وبالتالي نحن حددنا المواقع التي تحتاج لاهتمام بشكل مباشر لتوجه إلها في حالات مثل هذه الحالات ونحن عندما منذ الصباح عندما وجهنا رسائلنا إلى الجهاز التنفيذي ولوزارة الأشغال وحتى هذه اللحظة والآن أنا حديثي مع وزارة الأشغال الآن مع السيد بدر عن طلب التدخل العاجل في سار تدخلوا بشكل عاجل في سار وساعدوا والآن طلت مننا أيضاً التدخل في مشكلة موجودة في الدائرة الخامسة وأيضاً لب الطلب وراح يرسلون دعم إلنا للأخ طارق الفرساني صعوبات لابد أن تمر الحياة بصعوبات بانتكاسات ولكن هذه الانتكاسات لا تعني أن لا تبني مسار جديد للتغيير للارتقاء بعملنا الانتكاسة أنا أعتبرها إذا حدثت فهي تبنينا وبالتالي نحن نتوجه لمعالجة هذا الأمر وهذا ما يحدث أهدافنا هي المصلحة الوطنية العلية والمصلحة الاجتماعية العلية نعمل بدون بثقة نسير هذا هو الأمر اللي احنا نريد أن نعكد عليه